النشيد الوطني من نور المسطة فالدني الله أدفك يا موطني موطني عشت فقر المسلمين عاش المليك للعالم والوطن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سعادة وكيل أمارة منطقة جزان الأستاذ عبدالله بن صالح المدمير سعادة المدير العام للتعليم بمنطقة جزان الدكتور عسير بن أحمد الأحوس سعادة مدير عام الإرشاد بوزارة التعليم الدكتور يحيى بن محمد الخبراني أيها الحضور الكرام أيها الحفل البهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منذ تأسيس هذا الوطن العظيم المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود يرحمه الله وهذا الوطن يعاني كل مجد والمعالي إننا نشد بوفائنا له على مر العصور ونبوح بحبه للعمر وللمكان والإنسان بزهو الآمال ونغني من تفاصيله الشجية ما نصافح به السحاب ونتحدى به الصعاب تضحيةً ووفاءً واعتزازًا ويتواصل البناء والتعمير في عهد الحزم والنماء في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله إن هذا الوطن الأبي هو لآلئ تضيء المكان فيزداد الزمان بهاءً وفخراً ويسافر بنا في كل رحلاته من أمجاد الماضي وأصالته إلى الحاضر وازدهاره نحو الرؤية الوطنية السعودية عشرين ثلاثين المعبرة عن طموحات القيادة والشعب والتي تعكس قدرات بلادنا الفتية وفي هذا الصباح المفعم بالحب والولاء لهذا الوطن الحبيب تحتفل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بتكريم المتميزين والمتميزات الفائزين والفائزات بجائزة وزارة التعليم للتميز في دورتها التاسعة والتي كانت بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ محققةً بذلك المركز الأول على مستوى مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية التعليمية كما تحتفل في هذا الصباح بتكريم الطلاب والمتفوقين والطالبات المتفوقات خير بدايةٍ لحفلنا هذا تلاوة آياتٍ من القرآن الكريم يرطلها الطالب عبد المجيد بن عباس سالم من مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بجزان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرى حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين إن تكريم المتميزين في هذا اليوم يمثل الوفاء والتحفيز لأصحاب الهمم والطموح ويرسموا لوحة لوحة وطنية تحكي الشكر والثناء ويقف خلف ذلك مهندس التميز وعاشق التطوير المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس الذي الذي يعمل على التألق ويسعى لتحلي بجمال الريادة الفريدة بهمة تلامس غيوم التحدي مكتدياً بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز ابن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان وفي ظل دعمهما وتوجيههما وسموهما أصحاب الإنجازات المغردة في هذه المنطقة الغالية من هذا الوطن الشامخ وبمتابعة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ووكيل أمارة منطقة جازان الأستاذ عبد الله بن صالح المدمير ليهطل الإبداع في وطن الإبداع وعلى أرض جازان أرض العلم والثقافة أرض الوفاء والتضحية الكلمة الآن للمدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأهوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد سعادة وكيل أمارة منطقة جازان الأستاذ عبد الله بن صالح المدمير أصحاب السعادة أيها الحفل الكريم أسعد الله صباحكم وجميع وقاتكم بكل الخيرات والمسرات نحن اليوم هنا مع تعليم جازان نحتفي في لحظة احتفاء غامرة نبارك للزملاء والزميلات المتميزين ونهنئهم أجمل التهاني وندعو لهم بالنجاح والتميز والريادة الدائمة بإذن الله جل وعلا أيها الإخوة الحضور والأخوات التميز أنشودة عذبة وقيثارة فاخرة جميلة يعشقها ويسعى لها دائما أهل الهمم أمثالكم وأصحاب الإرادة القوية أشباهكم فهنيئا للوطن بهذه النخبة المتميزة من الزملاء والزميلات هنيئا لمنطقة جازان وهنيئا للتعليم وجود هذه الكوكبة الرائدة من الزملاء والزميلات الذين حققوا هذا التميز على مستوى هذه الجائزة الرائدة في نسختها التاسعة أيها الإخوة الكرام لا شك أن الجميع يدرك أن الوصول إلى هذا المستوى من التميز ليس بالأمر اليسير وندرك أن هناك حجما كبيرا من الأعباء والمتاعب والمشاق والتحديات والتضحيات يكابدها ويواجهها من أراد التميز ولن يصعد منصات الإبداع والتميز والمنافسات إلا أولئك الذين كانوا على استعداد أن يقدموا كل ذلك سعادة الوكيل أيها الحفل الكريم إن هؤلاء المتميزين والمتميزات في جائزة الوزارة في الأداء التعليمي يعدون رصيدا ثمينا لتعليم جازان ونحن نفاخر بهم ونحن نعدهم تاجا جميلا على رؤوسنا ودائما يرددون بكل الحب وبكل الولاء وبكل التقدير أن سمو أمير منطقة جازان سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز وسمو نائبه سمو الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بذلوا لهذه المنطقة كل ما يستطيعون وصعدوا بها إلى منصات التنمية والإبداع فليس إلا الجميل يكافئ الجميل وليس إلا الإحسان يقدم بجوار الإحسان فيهدون هذا التميز وهذه الريادة لمقام سموهما الكريم ودعوة من هذا المقام لزملائي وزميلاتي الذين استطاعوا بفضل الله أن يحققوا هذا الإنجاز أن يواصلوا إبداعهم وأن يواصلوا ريادتهم وأن يمنحوا غيرهم الفرصة للاستفادة منهم وأن تنعكس هذه التجربة الجميلة الرائعة على الميدان التربوي من خلال الدورات واللقاهات وورش العمل فالمتميز الصادق هو من يمنح غيره أن يستمر على خطاه سعادة الوكيل أيها الحضور الكرام اليوم أيضا نبارك لأبنائنا الطلاب تفوقهم وكذلك نبارك لبناتنا الطالبات المتفوقات التي تم تكرمهن في مطلع هذا الأسبوع على شرف مدير عام الإرشاد المدرسي بوزارة التعليم الأستاذ موذي المقيطيب وحضور أيضا المساعدة للشؤون التعليمية في تعليم جازان والذي أود أن ألفت إليه الانتباه هنا أيها الإخوة والأخوات أن هؤلاء المكرمين في هذا اليوم الجميل ومن تم تكريمهم في مطلع هذا الأسبوع ليسوا من حصلوا على نسبة مئة بالمئة فهذا العدد كبير ولن نستطيع إذا صح التعبير أن نقف عند هذا الحد وهو أن يحقق أبناؤنا نسبة المئة بالمئة فاليوم لم يعد التحصيل الدراسي هو العامل الوحيد لأن يوجد ذلك الفرد الذي يسهم في تنمية البلد وتنمية الوطن ومن هنا تبنى تعليم جازان من خلال زميلي المساعدين للشؤون التعليمية وإدارتي الإرشاد المدرسي معايير لتعليم جازان للطالب المتفوق يعد التفوق في الدراسي والحصول على نسبة مئة بالمئة هو واحد من هذه المعايير فمن سيتم تكريمهم اليوم من أبنائنا الطلاب ومن تم تكريمهم في مطلع هذا الأسبوع من الطالبات المتفوقات هم من حققوا تلك المعايير أما من اكتفى بالتفوق في نسبة التحصيل الدراسي مئة بالمئة فهؤلاء سيتم تكريمهم على مستوى مكاتب التعليم يضاف إلى تلك المعايير التفوق في اختبار القدرات التفوق في الاختبارات التحصيلية التفوق في الأنشطة المختلفة الثقافية والعلمية وغيرها فنبارك لهؤلاء الأبطال من أبنائنا وكذلك بناتنا ممن استطاعوا أن يحققوا هذا التفوق بمعاييره الجديدة ونتمنى لهم النجاح والاستمرار الدائم بإذن الله جل وعلا شكرا جزيلا سعادة المحافظ سعادة الوكيل ندرك تماما حجم الأعباء والالتزامات لديك لكن إيمانك الكبير بأن جهاز التعليم والعاملين فيه يستحقون أن تقف معهم وأن يتشرفوا بوجودك معهم حضرت هذا اليوم لتقول للفائزين مبروك وتقول للمتفوقين مبروك فهذا يعتبر وسام آخر سيفرح به هؤلاء وسيسعد بها هؤلاء شكرا لزملاء المساعدين شكرا لزملاء في مراكز التمييز في البنين والبنات على جهودهم الكبيرة شكرا لزملاء وزميلات في الإرشاد المدرسي شكرا للزملاء في مدارسنا بالبنين والبنات شكرا لمكاتب التعليم شكراً 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 للزملاء والزميلات من المعلمين والمعلمات فهم عمود العملية التعليمية في جهاز المؤسسة التعليمية شكراً لكل من حضر في هذا اليوم ليشارك هذه اللحظة الغامرة الجميلة التي نهنئ فيها كل هؤلاء المبدعين ومرة أخرى نبارك للفائزين والفائزات ونبارك أيضاً لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات ممن حققوا التفوق بمعاييره الجديدة ونلتقي دائماً وأبداً على دروب الخير والعطاء والنماء لوطن العطاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده وحمد الشاكرين أثني عليه بما هو أهل له ثم الصلاة والسلام على رسول الله ونور هذا الكون سيدنا ونبينا محمد وعلى آله أفضل صلاة متسليم وطني في هذا الصباح وفي كل الصباحات شمس عاشقة تحنى بنا في قلوبنا تكتحل بأرواحنا وطني فاتل يسكر دفء النسائر ويحرج من بين أسراب العيوب يكسب موسيقى للمطر يكسب موسماً للفرح والجمال في هذا اليوم الذي يرسل ضوءاً يعرش على هاماتنا ويرسم آيات حسن لا تحبو أيها القادمون تسكن أرواحكم ما ياسم الفرح أيها العابقون بثدى بلادي يسموه العلم والمعرفة أيها الحالمون فيض النعاطر ووسائل محطب بأسماء آيات عشق الوطن الوطن احتزلت في ثلاث أحرف كل معاني يسموه الرفعة سعادة وكيل إمارة الجزاء أصحاب السعادة سيداتي والسادة ضيوفنا القرام إليكم جميعاً فلة جازانية من رديمة السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحفل الكريم أسعد الله أوقاتكم بالبهجة فهلاً بكم ومرحباً بكم هذا اليوم هو يوم الجوائز اليوم يا أهل التمييز والعلم والمعرفة والريادة شرفنا عن نتق بكم في محفل التمييز يا سادتي قصدرت إدارة تعليم جازان اسمها بماء الذهب على صفحات تاريح وتدي تميز ابنائها وبناتها للوطن ولنا أن نكرم أهل التمييز ونصطل لهم عبارات الوفاء فهم عدة الوطن وعثاته فالتكريم المتميزين نحسبه أحد اللبنات الأساسية بالدفع عملية التحول الوطني والانتقال من اقتصاد الريعي إلى اقتصاد بسنوة القائم على المعرفة فالحفز والتشجيع والبز لهو المحرك الرئيس لتفجيل الطاقات الإبداعية الأقلية لدى الفرد وحقيقة إن إدارة العامة تعليم جازان قد حضر حطوات حثيثة تواعد ابنها الطلاب الطالبات ودعم ولاس الأمر حفظهم الله الذين نحضوا على عاتقهم رفعة العلم والوطن لتكون إدارة تعليمنا مناصة لإدارات العامة تعليم وعاما بعد عام تحسن محرجاتها وتتقدم ويظهر طموحا الدائم السماء سعادة وكيل إمارة منطقة جازان إن وجودكم اليوم لهو دليل على إيمانكم العميق يحفظكم الله بهمية رعاية تميز تميزي من أبنائنا وبناتنا فلكم عظيم الشكر والامتنان على تشعيفكم الذي له في النفس أثر كبير أدام الله عليكم لباس الصحة والعافية راقم شرفوا لمسيتنا عاما بعد عام والشكر سعادة مدير تعليم جازان الدكتور عسيري أحوس على دعمه ومتابعة المستمرة واحرا لم تكتمل فرحتنا إلا إذا صفقت الأياد للمتميزين والمتميزات في منطقة جازان الحبيبة فيحظكم يا أهل العلم والمعرفة وياحظ تعليم جازان وعلى رأسهم مديرنا المحبوب الدكتور عسيري أحوس وانتم تلتقون في هذا الصباح بهي الصهي بوكل إمارة منطقة جازان بهذه الوجوه النيرة وياحظكم بجازان وهي تفاوح ربكم وتبارك مسيرتكم كانت معكم الطالبة دنا محمد سلمان الفعفي من ابتدائي الساسة بجازان ترجمة نانسي قنقر هكذا هو الوطن الطفلة والطالبة دنا بنت محمد الفيفي من المدرسة الابتدائية الثالثة بجازان هي الموذج للطالبات التي يتفانن في خدمة هذا الوطن وفي هذا الصباح نثرت المشاعر الوفائية لوطن الغالي نحن السعوديون غيمة السلام التي تهطل حبا وكرما إخاءا ووفاء لمن أراد السلام ونحن بلسم الأمة إن مسها صدع من ألم وأساء ونحن وهج النار لكل عدو باغي وحاسد معتد على حدودنا الشامخة لأنها بردى ونحن الواردون للوغى الفاصلون لها مات العذا إننا مجد تجاوز الأحلام والخيال في كل الأحوال سلما وحربا الآن مع فيلم يتحدث عن التميز في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان روية التعليم تسموه للعلاة كل يوم في نمو وارتفاق مجد للعز يسعى جاهدا وله في كل ميدان يرى تولي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان جل رعايتها واهتمامها بتعليم الأجيال وبث روح التنافس الشريف بين منسوبها ومنسوباتها في مجالات التميز المتعددة بهدف إعداد أجيال قادرة على الإبداع وتحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة في تنمية مستدامة تبدأ بالإنسان كأهم السواعد في مسيرة وطن العطاء والإنجازات وحرصا على نشر ثقافة التميز في الوسط التعليمي فقد حرص تعليم جازان على تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة لجعل التميز شعارا ومنهجا في جميع برامجه وفعالياته وامتدادا لدعم المتميزين والمتميزات فقد أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسير بن أحمد الأحوس قرارا يقضي بتكليف الأستاذ أحمد حناني مديرا لمركز التميز بتعليم جازان تقديرا لجهوده وإبداعه وتميزه وفوزه بالمركز الأول على مستوى المملكة في جائزة التعليم للتميز في دورتها السابعة وتعد جائزة التعليم للتميز التي ترعاها وزارة التعليم من أهم الجوائز التربوية والتعليمية لتحفيز الميدان وتشجيع فئات المجتمع التعليمي ودعم مكانتهم وإبراز منجزاتهم حيث تحظى في كل عام باحتفائية بهيجة تلتقي فيها كل إدارات التعليم بالمملكة تحت مظلة التميز والإبداع وتترقب كل الأوساط التعليمية في كل عام إعلان متائجها بشوق بالغ لمعرفة فرسانها الجدد في كل مسارات الجائزة وفي ليلة الأربعاء الموافق للثامن من شهر جماد الآخرة لعام 1440 هجرية عاشت منطقة جازان أجمل لحظاتها وهي تترقب إعلان أسماء الفائزين والفائزات بجائزة التميز في دورتها التاسعة وتمني نفسها كغيرها من مناطق وطننا الحبيب باعتلاء قمة الجائزة وجاءت لحظة الفرح والفوز ليصطع اسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ويحلق عالياً في قمة المجد بعد الإعلان عن فوز الأستاذ أحمد بن يحيى عطيف بجائزة المركز الأول على مستوى المملكة في فئة المشرف التربوي كما حصد المعلم علي محمد أحمد حكمي والمعلم محمد علي طاهر صلوي والأستاذ غادا بريك والطالبة روضة علي محمد بعش عدداً من الجوائز ضمن العشرة المراكز الأول على مستوى المملكة بالإضافة إلى حصول مركز التميز بتعليم جازان على المركز الأول والابتدائية الثانية بفرسان على مركز متقدم في نتائج الاختبارات الدولية كما حصل 13 من منسوبي ومنسوبات تعليم جازان على درجة التميز في فئات المشرف التربوي والمعلم والطالب وتمثل رعاية ودعم سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه للتعليم أهم المراحل في مواصلة العطاءات والإنجازات لمنسوبي ومنسوبات تعليم جازان في جائزة التميز وبدل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى المستويات في التفوق العلمي حيث تعودنا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز دعمهما الكامل وتحفيزهما المستمر لكل ما يمنح تعليم جازان مكانته التي تليق به وفق توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله أيها المكرمون في قلوبكم إرادة وفي أنفسكم طموح وفي أعينكم بريك المجد والمعالي تنثرون الفرح والسعادة على شواطئ القلوب وتعزفون لحن الجمال بأنغام التفوق وتغنون للوطن أعذب أغاني التفاني والوفاء أهديتم هذا التميز للوطن الحبيب فالتميز غاية يبحث عنها الجميع ولا يحققها إلا أصحاب النفوس الكبيرة والهمم العالية والعزيمة القوية الآن مع كلمة المتميزين والمتميزات يرقيها بالإنابة الأستاذ أحمد بن يحيا عطيف الحمد لله على فضل تكاثر في ازدياد نروم ثوابه يوم التناد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وقدوتنا محمد معلم الجودة والإتقان الداعي إلى طريق الإحسان حثنا على اقتنام الأعمار واستباق الأعمال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين سعادة وكيل إمارة منطقة جازان الأستاذ عبدالله بن صالح المديمير سعادة مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحواس الزملاء والزميلات قادة التعليم في كافة الإدارات والأقسام إخواني وأخواتي المتميزين والمتميزات أيها الحفل الكريم نرحب بكم شرفاء العلم وكرماء العطاء منابر الضياء ومناهل السخاء أرحب بعشاق التميز محبيه ومحترفيه فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي لحظات لا تنسى وأوقات كلها خير معكم وبينكم فيها من التميز أجملة ومن العطاء أوفرة ومن الوفاء أنبلة ها هي ابتسامة الفرح على وجوه المتميزين والمتميزات بعد تحقيقهم مراكز متقدمة على مستوى المملكة العربية السعودية فبارك الله في خطوات كل متميز ومتميزة نيابة عن الزملاء المتميزين والمتميزات أقف بين أيديكم في هذه اللحظات وكلنا فخر وابتهاج جمعنا التميز وقادنا الإنجاز واشتركنا في العطاء سعينا نحو الدقة في العمل والتوثيق والتحسين المستمر لكافة العمليات التربوية والإدارية والتعليمية للوصول إلى الجودة والريادة في مدارسنا لتنشئة جيل قادر على العطاء يتحمل المسؤولية ويواكب تطلعات العصر ورؤية القيادة حين يؤمن الوطن العظيم حكومة ومسؤولين أن الجيل لبنة من ذهب لكيان أمة عظيمة مجدها وتاريقها تالد خالد باق ما ذهب لذا أولوا التعليم عناية فائقة فسخروا كل الطاقات البشرية والمادية لتطويره والرقي به ليفتحوا أمام الطامحين شرفات الأمل ويسمح للألق أن ينبثق ويحلق إلى ما وراء الأفق من تلك الشرفات أطلَّت علينا جائزة التعليم للتميُّز سامية الهدف جليلة الأفر عامة النفع أتت لتحقِّق المآرب والمشارب أتت لتأخُذ تعليمنا إلى المعالي على أكتاف وطنيين قدَّموا الغالي والنفيس ليخرُج الجيل المثالي ويحقِّق كل الأماني جائزة الوزارة شجَّعت التميُّز في التعليم فقدَّرت العاملين بكافة فئاتهم الجائزة أشعلت التنافس الشريفة في الميدان التربوي والتعليمي لتقديم أفضل البرامج والمشروعات الجائزة معاييرها عالية مؤشراتها قوية شواهدها بيِّنة زرعت فينا الكثير وجعلتنا نُدقِّق ونُوثِّق ونُخطط ونُجدِّد فكان حتماً علينا أن نستثمر البرامج الرائدة والاتجاهات التربوية الحديثة ونتبادل القبرات والمُمارسات تحقيقاً لجودةٍ عاليةٍ وأداءٍ مُتميِّز كانت الجائزة غيثاً أصاب أرضاً خصبةً فاكتسبت على أثره حُلةً سندسيةً خضراء تنطِق بروعة المرامي وسمو الهدف مع الجائزة أصبحنا تواقين للمُفيد والجديد والفريد مع الجائزة غدت الصعوبات ملذَّات والعقبات تحديات والحمد لله وبفضله سبحانه وتعالى وُفِّقنا لنيلها رحلتنا إلى المعالي مُستمرة واثقي الخطى لننفع الدين والوطن والجيل وسنتعهَّد شواهدها حتى إذا استوَت واشتدَّت على سوقها تُعجِب الزُرَّاع لتُغيظ به الكُسالة والمُسوُّفين فالمرء يضع نفسه إن رفعها ارتفعت وإن وضعها اتضعت تفيَّئنا ضلالها فكان لنا معها أجمل الذكريات وأفرى المحطات واجهنا فيها بعض الاستفهامات والاستفسارات فأزال غبشها المُنسِّقون والمنسِّقات في مركز التميُّز في الإدارة العامة وبدعمٍ متواصلٍ ومُستمرٍ لا محدود من سعادة المُدير العام للتعليم فلهم منا كل التحايا والدعوات لحظات جدٍّ واشتهادٍ وبذلٍ وعملٍ دؤوب معه كلُّ المتاعب التذوب والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سُبُلنا قبل أن تتناثر الكلمات على صفحات اللحظات نُهدي أزاهير التميُّز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفي الختام نسأل الله لنا ولكم الإخلاص والصدق في القول والعمل وفي لقاءات التميُّز والإبداع بإذن الله نلتقي حفِظ الله بلادنا وقادتنا وشعبنا وأفرحنا بنصر جنودنا المرابطين على الحدود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدنا الجنوبي الشامخ هو سيف له مهابة وعزة ورفعة وانتصار وقوة رادعة إنه كنبلة مدمرة تنثر الأعداء إلى أشلاء ممزقة وهو صاروخ يحمل الموت على ظهره لكل باغ ومعتد ويسكي الذل والهوان لكل نذل جبان وهو نار حارقة لكل غادر خوان إنه النهاية الحتمية لكل من أراد إلحاداً وظلماً بأرض الحرمين الشريفين الآن مع قصيدة شعرية بعنوان رقي التعليم للشاعر الأستاذ هادي بن عبدو دغريري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قصيدة بعنوان التعليم سطعت شموسك أيها التعليم وقد الرقي على رباك مقيم وقدوت فعلاً في العيون وفي الرؤى كل الذي نرجو فيه نهيم حجماً من الفكر الرشيد خططها لتسود دون المغريات علوم لتواكب الأجيال أعظم رؤية أضحى بها كل السناء عميم يا أيها الصرف المبجل خدمتي لمقامكم شرف عساه يدوم أنا ذلك الأستاذ كل همومه أن ترتقي تحيا وأنت عظيم كف على القلم العظيم معلم والأخرى تدعو أن تقيك هموم لا ضير أن أبقى لصرحك عاملاً أو حارساً للنش وهو كريم فلا أنت فعلاً فلا أنت فخر للجميع وقيمة يسمو على صفحاتها المخلوم ولا أنت فعلاً للشعوب بدليلها نحو الهدى والمنهج المرسوم وحي نزلت على الحبيب محمد متكامل الآيات فيه نعيم فيه نعيم وحي نزلت على الحبيب محمد متكامل الآيات فيه نعيم اقرأ صرت في الغار كل حروفها نهج على ضرب الصراط قويم اقرأ وكان الأمر أكبر حافز من خالق للكون وهو عليم يا قادة التعليم دمتم أمة دستورها التطوير والتنظيم الحق أنتم من رسمتم يا قادة التعليم دمتم أمة دستورها التطوير والتنظيم الحق أنتم من رسمتم خطة لكل ما نرجو وكيف يدوم ووسامكم نحو التميز شاهد مهما تنكر جاحد وغريم بالفعل أنتم كالنجوم ضياؤها عم الأنام وكيف تغيب نجوم والسلام عليكم متفوقون متفوقون سمت بكم جازان وتلألأ الياقوت والمرجان متفوقون بكم يباهي موطني فرحا بكم والبحر والشطآن والبلبل الغريد يشدو حبه وتذيبنا الأنغام والألحان والفل عانق وردة الجور هنا والكون يصغي والذرى آذان متفوقون بكم سنمضي للعلا فالمجد عز والسمو أمان فالمجد عز والسمو أمان صدق سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله حينما شبه همم السعوديين بجبل طويق العالي المنيع فالمتفوقون ثروة وطنية غالية وهممهم عالية ويجب أن يحاطوا ويجب أن يحاطوا بكل مقومات الرعاية والعناية فالمتفوق يتطلع لمستقبل مشرق وينظر لما حوله بوعي وكلنا نعلم أن هذا المتفوق سيصبح في يوم من الأيام سراجا منيرا يتدفق إشعاعا لينير دربه وحياته وحياة الآخرين وسيكون بعد توفيق الله عونا معينا ودرعا حصينا لدينه ووطنه لذا وجب علينا جميعا أن نحيط المتفوق بحسن الرعاية وصدق العناية الآن نترككم مع كلمة الطلاب المتفوقين يلقيها نيابةً عنهم زميلهم أسامة علي محمد العطيف الحمد لله الذي علَّم بالقلم علَّم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على نبيه الأكرم كم هو جميلٌ جداً جميلٌ أن يسعد الطالب بمنجزه في بلوغ ذرى التفوق الدراسي واعتلاء قمم التمييز في اختبار القدرات العامة وإنها لقمة السعادة أن يغمرك الفرح عقب التعب والسرور عقب النصب والنشوة عقب الحرمان وأنت تجني ثمار تعبك وجدك واجتهادك في حياتك الدراسية والأجمل من ذلك كله أن يجد الطالب المتفوق نفسه محاطاً برعاية واهتمام رجالات التعليم والتربية يبنون خططاً من أجله ويصممون برامج إرشادية لتعينه في طريق خطواته الدراسية ويقدمون له خدمات إرشادية وتربوية تحفزه على المضي قدماً لبلوغ أهدافه المنشودة ويتمم عقد رعايتهم له واهتمامهم الغزير به بتنظيم احتفالية وإقامة حفل تكريمي تتويجاً لجهوده الفائقة برعاية وكيل إمارة منطقة جازان سعادة الأستاذ عبد الله بن صالح المنذيميغ وعلية القوم في المنطقة إدارياً وتعليمياً كيف لا يكون ذلك؟ وقد صار قمر الحفل التكريمي بدراً برعاية وكيل إمارة منطقة جازان ومن بمعاركة وتشريف مدير عام التعليم بمنطقة جازان سعادة الدكتور أسيري بن أحمد الأحوس وكافة منسوبي التعليم بالمنطقة وإنه لأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي وإخوان الطلاب المتفوقين دراسياً لأتوجه بأسمى معاني الشكر والتقدير لرعاية وكيل إمارة منطقة جازان وسعادة المدير العام للتعليم بالمنطقة ولكل من خصنا باهتمامه وحفنا برعايته ودعمه وتشجيعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا غرابة في تميز أبناء جازان لأنهم طرعاهم كيادة رشيدة تعمل على إضاءة العقول ولأننا في منطقة جازان المنطقة المتميزة علماً وفكراً وإنساناً نحظى بتحفيز عاطر فاك الخيال من لذن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز ابن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان حتى غدت في جازان كناديل الطموح ملوحة بكفوف التميز على شواطئ التفوق والإبداع الآن مع لوحة غنائية عن التميز برؤية وطنية لوحة التميز كلمات يحيى إبراهيم شعبي الحان عبدالله خرمي غناء أبو راوي عبدالله قصيري إشراف فني إدارة النشاط الطلابي متابعة الدكتور خالد عطى عسيري إشراف عام الدكتور عسيري الأحوس إخراج مسرحي خالد دحلان جازان سر تميزي جازان مهد المنجزي جازان سر تميزي جازان مهد المنجزي جازان أرض تحفزي يبني الضموح رجالها جازان أرض تحفزي يبني الضموح رجالها يا رؤية وطاحة نهفو لها أبحث تميز واسمها ومثالها يا رؤية وطاحة نهفو لها أبحث تميز واسمها ومثالها أنعم وأكرم بالسعود يستوى فوق المعالي فاتحان أقفى لها أنعم وأكرم بالسعود يستوى فوق المعالي فاتحان أقفى لها جازان بالعلم ارتوى جازان للفن احتوى جازان بالعلم ارتوى جازان للفن احتوى جازان سرهم ما دوى يسقي الهدى جيالها جازان سرهم ما دوى يسقي الهدى جيالها كفي بكفيك يا معلم نبتني صرحة تميز بالعطاء الأمكاني كفي بكفيك يا معلم نبتني صرحة تميز بالعطاء الأمكاني لرؤية وهاجة في ذاتها نسعى بها تسعى بنا للأحسن جازان عشق بناتها جازان روض بناتها جازان عشق بناتها جازان روض بناتها مرحال كل أباتها مرحال الفن المتقن مرحال كل أباتها مرحال الفن المتقن لم أتخر جمدا لأصنع قائدا نحو العلا أسعى ويسعى جاهدا لم أتخر جهدا لأصنع قائدا نحو العلا أسعى ويسعى جاهدا بالعلم والإيمان نستسلمنا لنكون للأجيال رمزا شاهدا بالعلم والإيمان نستسلمنا لنكون للأجيال رمزا شاهدا جازان تسمو بي أنا متعلما يهو السنة رضع الفضيلة مؤمنا أديك رقما صاعدا يا موطنا غرست به أحلامنا سقياك منا والمدى إقدامنا يا موطنا غرست به أحلامنا سقياك منا والمدى إقدامنا نوليك حبا وانتماء يعتلي إمام العلا وابن السعود إمامنا نوليك حبا وانتماء يعتلي إمام العلا وابن السعود إمامنا جازان سر تميزي جازان مهد المنجزي جازان أرض تحفزي يبني الطموح رجالها جازان أرض تحفزي يبني الطموح رجالها في كل مناسباتنا نتغنى بهذا الوطن هو ذلك الحب المنقوش على أجذرة قلوبنا وفاءً وتضحيةً وإخلاصة يتفضل الآن سعادة وكيل أمارة منطقة جازان رستان عبدالله بن صالح المديميق وبرفقته سعادة المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس وأيضاً سعادة مدير عام الإرشاد والتوجيه بوزارة التعليم الدكتور ريحة بن محمد الخبراني بتكريم المتميزين والفائزين والفائزات في جائزة التمييز أسماء الفائزين والفائزات بجائزة التعليم للتمييز في دورتها التاسعة على مستوى المملكة العربية السعودية بدرجة تمييز الأستاذ إبراهيم بن محمد علي عكور حاصل على المركز الأستاذ أحمد بن نحية عبدالله عطيف مشرف التربوي حاصل على المركز الأول للمراكز العشر الأولى في جائزة التمييز على مستوى المملكة العربية السعودية فليتفضل الأستاذ علي بن أحمد حكمي معلم حاصل على المركز الثامن على مستوى المملكة العربية السعودية الأستاذ محمد بن علي طاهر صلوي معلم حاصل على المركز العاشر على مستوى المملكة البنات الطالبة روضة بنت علي محمد سالم باعشاً حاصل على المركز الثامن على مستوى المملكة الطالبة غادة بنت محمد أحمد بريك العمل التطوعي التاسع حاصل على المركز التاسع المؤسسات الفائزة بالمراكز المتقدمة مركز التمييز بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان حاصل على المركز الأول في مراكز التمييز على مستوى المملكة الابتدائية الثانية بفرصان حاصل على مركز متقدم في الاختبارات الدولية أيضاً هناك من من الفائزات والفائزين بجائزة التعليم للتمييز في دورتها التاسعة بدرجة تمييز وهم البنين إبراهيم بن محمد علي عكور معلم حاصل على المركز الثاني عشر درجة تمييز المشرف التربوي أبو باكر بن أحمد علي ولي المركز الرابع والعشرين درجة تمييز الطالب أحمد بن سلطان أحمد مسلم حاصل على المركز السادس والعشرين درجة تمييز الطالب البنات عروب بنت عبدالله صالح سميلي حاصل على المركز الرابع عشر درجة تمييز الطالب فاطمة أحمد علي مظفر المعلمة المعلمة فاطمة بنت علي أحمد مظفر المركز السادس عشر درجة تمييز المرشدة الطلابية أسماء أحمد عقيلي المركز الثامن عشر درجة تمييز المشرفة المشرفة هدية إبراهيم شطيفي المركز التاسع عشر درجة تمييز موسيقى الطالبة مجد أحمد محمد عطيف حاصل على المركز الحادي والعشرين درجة تمييز موسيقى موسيقى أمال علي أبو طالب مشرفة تربوية حاصل على المركز الثالث والعشرين درجة تمييز موسيقى المعلمة نعمة فاتي حسين عسيري حاصل على المركز السادس والثلاثين درجة تمييز الطالبة المهى علي محمد المونغري حاصل على المركز السابع والثلاثين الطالبة وفاء عوني عبدالله العراوي حاصل على المركز الحادي والاربعين والطالبة رغد علي محمد الدريبي حاصل على المركز الرابع والستين موسيقى نحو العلا أسعى ويسعى جاندا لم أتخر جهدا لأصنع قائدا نحو العلا أسعى ويسعى جاندا بالعلم والإبان لن تسقي المنا لنكون للأجيال رمزا شاهدا الطلاب المتفوقين مكتب وسط سانطة إياد زكي منور عمر الكرم لنكون للمنى عبدالقادر خالد باحمد يسام علي محمد العطيف عبدالرحمن حمد إبراهيم مسملي مكتب العارضة علي عبدالرحمن جابر خرمي جدمي عفو أحمد يحياء حسن قبراني مكتب سانطة وسام عبد إسماعيل مدخلي محمد أحمد عبدالرحمن نجمي مكتب الأحد ضياع عبدالله حكيم عطيف ياسر محمد حسين دربشي وفرحمات hy Shields والداعث يا موطن غرسك به أحلامنا سقياك من المدى في هذا المجل مكتب винم يا موطن غرسك به أحلامنا سقياك من المدى اشتركوا في القناة ونتقدم بتكريم الجهات التي شاركت في إنجاحي هذه الفعالية حيثه الآن يكرم سعادة وكيل أمارة جازان مدير إدارة تنمية المجتمع ومدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان الأستاذ عبدالله بن حسن الأمير يقدم هذا الدرع سعادة وكيل أمارة جازان لمركز التنمية الاجتماعية فيما الآن أيضا يقدم درع تذكاري لسعادة وكيل أمارة منطقة جازان الأستاذ عبدالله بن صالح المدميق على رعايته لهذه الفعالية والتي دائما نتعود من سعادته المشاركة الفاعلة في مناسبات المنطقة له من الشكر والتقدير على أمل اللقاء به في مناسبات قادمة من مناسبات الخير والعطاء في وطن الحب والولاء والانتماء لهذه الأرض الطاهرة أرض الحرمين الشريفين وسيستمر العطاء وتستمر التنمية في منطقة جازان وسائر مناطق المملكة العربية السعودية رغم كيد الحاسدين والحاقبين والسلام عليكم ورحمة الله جازان مهد المنجز جازان أرض تحفزية بالطموط رجالها